واللعب كان حتى بيب جارديولا صرح في فكرة انه هو بيلعب خلال ثلاث ايام وتضامن معا يورجين كلوب في تصريح بيورينا قد ايه الروح الرياضية بقت موجودة في كرة القدم مدرب منافس بيدافع مدرب منافس التوقتات اذا كان فيه تطبيقها بشكل عادل بين جميع الاندية ما عندناش مشكلة فيها ولكن الايام والموعيد الخاصة بنهاية المسابقة نتمنى ان يشملها الاندباط ومن الاندباط اللي بنتمنى ان هو يشمل الموعيد في اندباط تاني خالص لجنة الاندباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اصدرت قرارات الفكرة فيما يخص القرارات هي تنفذها اهم القرارات التي صدرت من اللجنة كان توبيخ كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي لما بدر منه من انتقاضات ضد التحكيم وتحذيره بفرد عقوبة في حالة تكرارها منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في اي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لسلاس مباريات لما بدر منه ومنع السيد فرج عامل رئيس نادي السموحة من المشاركة في اي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمباراة واحدة وغرامة خمسين الف جنيه حابين نقول لكم ان تناولنا للقرارات مش معني بيه اشخاص احنا لا نتحدث في اعلام النادي الاهلي عن اشخاص نحن نتحدث عن تنفيذ لوائح كابتن سيد عبد الحفيظ من ضمن الاشخاص الذي صدر بحقهمة قرار عقوبة وهو التوبيخ ووفقا للعيحة الانضباط الدولي الاتحاد الدولي كان فيها كلمة التوبيخ او مصطلح التوبيخ اللي جديد علينا يا احمد في اوساطنا الرياضية بنتكلم على ريبريماند احنا بنتكلم على فكرة التوبيخ وهو بما معناه تحذير شديد اللهجة كابتن سيد عبد الحفيظ تم تحذيره تحذير شديد اللهجة من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تصرحاته ولكن تم قرار تاني خالص يا احمد اخذته اللجنة وكان فيه احداث عقبته هو الجدل اللي حصل طبعا عشان نتكلم بوضوح هو كان بسبب الاستاذ او المهندس فرج عامر والمستشار مرطرة مصور رئيس نادي سموها ورئيس نادي الزمالك لان القرارات طلعت بايقاف رئيس نادي الزمالك 3 مباريات وعقوبة 100 الف جنيه وايقاف السيد فرج عامر رئيس نادي سموها مباراة و50 الف جنيه وهنا دخل خلط في الامور واسمعنا تصرحات من الجانب البشمؤندس فرج عامر اتكلم فيه عن فكرة الحصانة وما شابه وكمان حصل بقى الاصعب هو خرق العقوبة انا هنا ما نفستش العقوبة احنا اولا من هنا نادينا قبل كده بكتير جدا وقلنا يا لجنة الانضباط نرجوكم 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 فيه ناس بتتعرض في اتحاد القرى للإهانة والسب ما ينفعش الصمت ما ينفعش الصمت فبنشكرهم جدا ان هم قاموا بالخطوة دي برغم ان فيها مدير القرى بالنادي الاهلي وفيه عقوبة على النادي الاهلي وهو ممثل للنادي الاهلي واحنا قلنا ان الامر بالنسبة لنا الاندية جميعا سواسية ولكن كلنا بنسعى للانضباط ولكن طلع قرار والقرار تم خرقه في مباراة الزمالك الاخيرة وحضر رئيس نادي الزمالك الاخير المباراة الاخيرة واحنا عندنا لازم نوضح بس قبل المدة 30 فيه مدة 27 انه اصلا لا يجوز استئناف عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيه ومدة لا تتجاوز 6 مبارات لثلاثة أشهر احنا العقوبة 3 مباريات والغرامة 100 ألف جنيه اذا ما ينفعش فيها استئناف اذا الموضوع منتهي وكمان القرار الزامي طب بما ان الموضوع منتهي احنا بس بنمش واحد واحدة كده والقرار الزامي طب لما انت تقصر القاعدة دي او ما تطبقش اللائحة او العقوبة بتقال في مدة 30 في حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من كافة لجان الاتحاد في الوقت المحدد لا توقع على الشخص الطبيع عقوبة المنع من اي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة وتوقع على الاندية عقوبة الخصم من النقاط او الهبوط الى القسم الادنى طبعا المادة دي اثار الجدل كبير جدا واثار تفسيرها موضوع كبير جدا ولكن احنا في النهاية امام مادة مهمة جدا حصل عقوبة وحصل من طرف احد الاطراف انه قصر العقوبة دي ولم يأخذ بها ومن هنا بنطالب لجنة الاندباط واللجنة الخماسية تنفيذ العقوبات اللي صدرت من اتحاد كرة القدم اعتقد يا فارس بنشكرهم طبعا على اتخاذ الاجراءات دي ولكن في مسؤولية تقع على اللجنة الخماسية بتنفيذ بقى العقوبة لو الا هيبقى اي عقوبة بعد كده ما لهاش اي صدق او ارد فعل يوقف الخروج عن النص احمد العبرة باللوائح والقوانين في اي مكان في العالم بغض النظر على اللوائح جير رياضية ولا غير رياضية هي تنفيذ العقوبة قانون بخروقات نتيجة عدم التنفيذ هو والعدم سواه قبل ما نستعرض ليكم رأي اتحاد الكرة ومين المنط به تنفيذ العقوبة حابين نذكر واقعة مهمة جدا سيد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في 2005 على خلفية تصريحات من رئيس نادي الزمالك اساءت لاطراف منظومة كرة اليد في مصر تم اتخاذ قرار بمنعه من حضور نهاء الكاس اللي جمع بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وفوج الاتحاد المصري لكرة القدم بدخوله وحضوره المباراة في الديئة العشرة صدر قرار بانهاء المباراة وكانت النتيجة 13-12 لصالح النادي الاهلي واحتساب النادي الاهلي فائزا تبعات القرار ان حصل مؤتمر صحفي في اساءة لرئيس اتحاد كرة اليد والمسؤولين وهو اللي نتج عنه ان اتحاد كرة اليد اخد قرار بتعليق وتجميد نادي الزمالك وعدم مشاركته في اي نشاط يخص لعبة كرة اليد لحين اصدار اعتذار رسمي من نادي الزمالك وهو ما لم يحدث وبالفعل تم تطبيق العقوبة والموسم اللي بعده يا احمد ما شاركش نادي الزمالك في اي